اتصدر اسم المخرجة الأمريكية سارا فرايد لاند التريند خلال الأيام اللي فاتت وده بعد ما رفضت استلام جايزة أفضل مخرجة ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائية وده بسبب تضامنها مع المأساة اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني في قطع غزة وقالت سارا بصفتي فنانة يهودية أمريكية برفض استلام الجايزة في ظل استمرار الإبادة الجمعية للشعب الفلسطيني لليوم 336 وفي العام 76 على الاحتلال السهيوني للأراضي الفلسطينية فنانين انهم يستغلوا المنصات الإعلامية عشان يواجهوا إفلات دولة الكيان السهيوني من العقاب على جرائمها في حق الشعب الفلسطيني وقدر الفيديو الخاص بصارا انه يحقق ملايين المشاهدات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي